سماعة FH9 الفلاقشب من شركة فيو كثيرا طلبوا مني أراجعها والحمد لله توفرت تابع معنا هذا الريفيو وتعرف عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله واني أخوات المشاهدين في قناة عالم السماعات قبل لا نبتديها المراجعة أحب أوجه رسالة شكر وتقدير لأخوي صالح الغامضي مالك السماعة يشهد الله أنك ما قصرت أخوي والله يبيض وجهك الرجال ما قصر أعطاني مجموعة من السماعات والأجهزة لعمل مراجعات لها فكل الشكر والتقدير لك على هالمبادرة بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها هذه طريقة تقديم الشركة للسماعة مثل ما تشوفون عندنا كيس الحفظ السماعة وعندنا فرشاة للتنظيف وعندنا البلقات للكابل وقطعه لربط الكابل أو تثبيت الكابل وكمية ضخمة من الـ AirTips وكل نوع منها مخصص لشيء معين مثلا الطقم هذا خاص بالباس والطقم هذا بالفوكالز والطقم هذا بلانس والطقم هذا اللي تجي دبل فلنج أو حلما يسمونا وعندنا الفوم وعندنا سبينفيت وأيضا عندنا فلاتر تغيير الصوت أو تغيير التونينج للسماعة والكابل اللي جاي معها ما شاء الله تبارك الله من أفخم الكيابل اللي سبقه شفتها يجي ببلق قابل للتغيير على حسب رابطك والكنكترات كعادة فيه تستخدم كنكترات MMCX وهذا شكل السماعة من قريب مصنوعة من المعدن بالكامل ووزنها ثقيل شوي الكنكتر فيها MMCX كعادة فيه والسماعة تعتبر semi open back يعني فيها فتحات من الخلف وتسرب الصوت إذا كنت نستمع على صوت عالي وهذا الفلاتر اللي تقدر تغييرها عشان تعطيك تونينج مختلف تفكها بالشكل هذا سعر السماعة 599 دولار طبعا ملاحظة قبل لا نبتدي في المراجعة أخوان الكرام الفيديو راح يكون طويل بسبب أن السماعة فيها عدة خيارات للفلاتر والتيبس وبحاول أغطيها بشكل كامل راح أسوي الفيديو تايم لاين أو خط زمني عشان تقدرون تختارون أي فقرة تحبون تشوفونها منها بدون الحاجة أنك تشوفك كامل مع أني أنصح تشوفونك كامل عشان تعرفون آداء السماعة بشكل دقيق لو كنت تفكر في شراها ننتقل للمواصفات السماعة تجي سبع درايفرات في كل الجهة يعني هنا سبع درايفرات وهنا سبع درايفرات كل سماعة يجي فيها ديناميك درايفر واحد بحجم 13.6 ملي وعدد ستة درايفرات بلانس درمتشر من نوع نولز استجابة السماعة للترددات من عشرة إلى أربعين ألف هيرتز مقاومتها ثمنتعشر أوم الحساسية مئة وثماني دي بي البلغ مثل ما قلنا 2.5 3.5 4.4 على حسب رغبتك كلها تجي مرفقة معها الكنكتر MMCX الأجهزة اللي جربت عليها السماعة كثير من ضمنها فيه M11 Plus Ltd IFI IDSD Signature HIPI FC4 IFI ZIN DAC ننتقل للخصاصة التقنية للسماعة عندنا الساوند ستيج من أكبر الساوند ستيج اللي سبقه مرة عليه سواء في العرض أو في العمق أو في الارتفاع تقييمي له 10 Plus وهذا تقييم جديد على سماعات الـ IAM ما فيه السماعة وصلت له Layering ممتاز 10 من 10 Imaging رائع 10 من 10 Separation شي رهيب 10 من 10 Resolution ممتاز 10 من 10 Clarity ممتاز لكنه يتأثر بالمكان اللي أنت فيه لأن السماعة سمي أوبن بمعنى آخر إذا كنت تسمع في مكان هادي رح يكون Clarity 10 رح تكون Clarity 10 من 10 أما إذا كان عندك أصوات وإزعاج أو خارج البيت رح تتأثر وتقل جودة Clarity فيها فتقييم بشكل عام لها 10 من 10 وضوح التفاصيل فيها استثنائي 10 Plus وضوح التفاصيل الصغيرة أيضا استثنائي 10 Plus توزيع الصوت داخل الساوند ستيج اللي هو إحساسة 3D أفضل سماعة مرت عليه لحد الآن ما شاء الله تبارك الله شي مبهر 10 Plus ننتقل لتقييم الصوت توقيع الصوتي للسماعة هو محايد طبيعي متوازن مع بيس مرتفع وطلعه لكم الآن صورة قراءة الترددات السماعة جربت عليها جميع الإرتبس اللي جايها معها وجربت عليها الفاينل إرتبس وحصلت أفضل النتائج اللي أعجبتني أنا شخصيا مع فلتر وإرتبس البالانست فالتقييم كله بيكون مبني عليها أولا عندنا البيس السب بيس كميته ممتازة تهويته ممتازة طبقاته واضحة ما يغطي على الترددات اللي أعلى منه وامتداده للترددات المنخفضة ممتاز الميد بيس كميته ممتازة وضوح تفاصيلها أيضا ممتاز سريع ما يغطي الأعلى الترددات لا الأعلى ولا الأقل منه كنترول فيه جدا ممتاز فصل بينه وبين السب بيس ممتاز تركيز السماعة واضح على الميد بيس كمية الميد بيس أعلى بشيء بسيط من اللي أفضله لكن في الحقيقة إنها عطت ميزيكاليتي ممتازة للصوت كل شيء في منطقة البيس فيها السماعة مثالي ومتماسك وقوي البيس فيها ما رح يكون مرضي المستخدم البيس هيد يعني اللي يدور بيس عالي جدا ما رح تعجبه كمية البيس اللي فيها تسريب الميد بيس على الميدز فقط عطاه لمسة دفء زادت جماليته ولا غطت على أي شيء من تفاصيله بعض ضربات الميد بيس تكون بارزة أكثر من باقي الأصوات بس إنها ما تغطي على أي تفاصيل تقييمي للبيس بشكل عام عشرة من عشرة ننتقل للميدز سيبريشن ولييرينج ووضوح تفاصيل استثنائي أصوات الفوكلز واضحة ومتوازنة نوعا ما الفوكلز النسائي متقدم درجة بسيطة جدا في بعض الأحيان يكون في حدة بسيطة في الأبر ميدز على بعض النغمات والحروف بس إنها محتملة بالنسبة لي والبروز هذا بسيط تحتاج تركز عشان تقدر تلاحظه البيس بليدينج الخفيف أعلى الميدز ما أغطى على تفاصيله نهائيا فقط أعطاه تونينج موسيقي جميل جدا تقييمي الميدز بشكل عام عشرة من عشرة ننتقل للتريبل إيري سباركلي كليريتي أقل شيء أقدر أقوله عنه رائع التفاصيل والتفاصيل الصغيرة فيه شيء إبداع فيها وضوح وبروز جميل جدا فيها سبلنس خفيف بعض الأحيان خاصة في التسجيلات القديمة لكن ما هو ذاك المزعج بعض النغمات فيها حدة وسيطة أيضا ومحتملة امتداده للترددات العالية ممتاز جدا التريبل بشكل عام فيه نوع خفيف من البرائتنس بس للعلم أنا أذني حساسه لبعض الترددات فاحتمال أن الحساس بالحدة عندي أنا فقط تقييمي للتربل بشكل عام عشرة من عشرة احتياج السماعة للطاقة قلنا مقاومتها 18 أوم وحساسيتها 108 دي بي على ملي واط مثل ما تشوفون في الصورة اللي طالعها لكم الآن السماعة ما تحتاج طاقة كبيرة لتشغيلها يعني رح تشتغل معك على أي مصدر صوت تتوصلها عليه سواء جوال أو آيباد أو كمبيوتر أو دونجل لكن أنصح بتشغيلها على دونجل على أقل تقدير عشان تحصل أفضل جودة ممكنة من السماعة ويعطيك أيضا الإمكانية لتشغيل ملفات صوتية بجودة عالية ورح حط لكم روابط المجموعة من الدونجل بأسعار مختلفة في صندوق الوصف ننتقل للملاحظات السماعة حجمها جدا مناسب لا هي الكبيرة ولا هي الصغيرة ثقيلة شوي لأنها مصنعة من المعدن بالكامل لكن مريحة لأبعد درجة عزلها للأصوات الخارجية ضعيف وهذا طبيعي لأن السماعة سمي أوبن الساوند ستيج ما أعدلوش أقول ما شاء الله تبارك الله إبداع حرفيا تفوقت على جميع السماعات اللي جربتها بما فيها الأي جي 07 والفرييشن أفضل وأوضح توزيع سبق مرة علي في سماعات الأي امز نقطة آخر السطر في شغلة وحيدة قارتني من شركة فيو إصرارهم على أنهم يحطون درايفر البلانست في النوزل اللي يدخل الأذن مثل ما تشوفون في الصورة اللي طالعها لكم مهما يحاولون راح يكون في حدة دام هذا مكانه حتى لو كانت الحدة خفيفة بس أنها راح تكون موجودة ما أدري ليه إصرارهم لهذه الدرجة على الموضوع يعني جربوها في فيو FH5S وفي الفيو FH7S ونفس الأشكالية موجودة فيهم كلهم السماعة حرفيا صالحة لجميع الاستخدامات تبغاها مونيترينج بتاخذ آداء ووضوح رائع تبغاها الاستماع العادي بتطرب كابتونينج متوازن وبيس عميق وصوت فيه لمسدفة بتشوف أفلام راح تسمع توزيع استثنائي وحجم ساوند ستيج كبير جدا على سماعات الأي امز مصيحتي اللي بيستخدم السماعة هي يكون يستخدمها على مصدر يكون الصوت فيه لمسدفة عشان تخف الحدة البسيطة الموجودة فيها كمثال أجهزة I-Fi أو Hippie أو I-Pasoo تقريبا تختفي معها الحدة البسيطة الموجودة السماعة تأثرها بمصدر الصوت خفيف جدا جربتها على مصادر كثيرة ولكن الاختلاف كان فقط في اختفاء الحدة مع المصادر اللي صوتها فيه لمسدفة مثل ما قلت قبله شوي إذا تدور بيس عالي لا تفكر فيها لأن كميتة ما راح تكون مرضية للبيس هيد السماعة سمي أوبن يعني راح تسر بصوت إذا كنت تستمع على مستويات عالية جالس حولك راح يسمعك أو راح يسمع وشانت جالس تسمع كابل اللي جاي معها ما شاء الله تبارك الله أفخم كابل شفته في حياتي قلت ببحث عنها بشتريه يعني لو كان سعرها معقول بعد البحث حصلته ب150 دولار وهونت تجربتي للسماعة مع الألعاب لللي يهمهم هالموضوع طبعا باختصره لكم هذه أفضل سماعة مرت علي في هالمجال شي رهيب انبغيت إيميجينج جميع الاتجاهات واضحة ودقتها عالية جدا جدا انبغيت ساوند ستيج هو الأكبر انبغيت دقة تفاصيل شي رهيب ما في الصوت بيعدي إلا وانت سامعه وبكل وضوحه انبغيت راحة في الاستخدام خذ راحة ما راح تزعجك وتسبب لك حكة مع طول فترة الاستخدام واحدة من جلساتي على السماعة يعني استخدمت بشكل متنوع فيها سواء ألعاب أو موسيقى أو أفلام استخدمتها بحدود ست ساعات بدون لا أحس بأي تعب منها هذه أكثر سماعة سويت لها قراءة ترددات بإجمالي تقريبا 47 قراءة عشان أغطي جميع احتمالات الصوت فيها مع أن التغييرات كانت تعتبر بسيطة فيها لكنها مؤثرة وتستاهل أن الواحد يأخذ وقته في الشغل عليها تجربتي مع الفلاتر والايرتيبس أول شي تغيير الفلتر تأثيره يقتصر على منطقة تريبل فقط أما الميدز والبيس ما رح يتأثرون كقراءة لكن في السماعة تلاحظ أن البيس يرتفع أو ينخفض معك الفلتر تغيره تقييم مثل ما قلت مبني على استخدام فلتر وتبس البلانس باقي معنا فلتر للبيس وفلتر التريبل أولا فلتر البيس مع التبس الخاصة بالبيس لو تشوفون تأثيرها في القراءة فقط على التريبل انخفضت استجابة السماعة فيه واختفت الحدة والسبلنس الخفيف اللي كانوا موجودين على فلتر البلانس لكن تأثر بروز التفاصيل بشكل واضح وصار البيس فورورد يعني متقدم وبارز على باقي مناطق الصوت أفضل آداء الفلتر البيس حصلته مع ايرتيبس الدبل فلانج اللي هي هذه اللي جاي فيها طبقتين من السيليكون للعزل صارت السماعة قريبة جدا من آداء فلتر وتبس البلانس عدا أن الحدة غير موجودة وبروز التفاصيل تقريبا مشابه مستوى مع فلتر البلانس تجربة فلتر التريبل إذا تبغى أقصى درجة لبروز التفاصيل وأكبر ساوند ستيج بس رح ترتفع معها الحدة في الأصوات النحيفة شي بسيط جدا استخدم مع التبس الدبل فلانج بس إنها غير مريحة على الأقل بالنسبة لي إذا تبغى بروز التفاصيل أعلى بشي بسيط من فلتر البلانس استخدم مع التبس البيس توازن لك الأصوات بشكل جميل والبيس يبرز معها بعد بس بمستوى مقبول جدا التغيير بشكل عام نسبته منخفضة يمكن ما تتجاوز 10% في أعلى حالاته طيب بقارن السماعة بأفضل سماعة موجودة عندي اللي هي الجي 07 بحكم وجود نوع من التشابه بينهم في التونينغ السب بيس التفوق الصالح الجي 07 في الكمية أما الجودة كلهم ممتازين الميدز كلهم ممتازين لأبعد درجة مع أني فضلته على الجي بحكم أنه متوازن أكثر ولا في حدة في الأبر ميدز التريبل التفوق الصالح الجي 07 في أغلب النواحي مثل امتداده للترددات العالية ووضوح التفاصيل الصغيرة تفوق الجي في عدم وجود سبلنس من ناحية الاستخدام كلهم يصلحوا لأي استخدام حجم الساوند ستيج الـ FH9 تفوقت تقريباً بعشر فلمية توزيع الصوت داخل الساوند ستيج أيضاً الـ FH9 تفوقت فيه دقة عجيبة الراحة أثناء الاستخدام أيضاً تفوق الـ FH9 التسامح مع التسجيلات اللي جودتها ضعيفة الـ FH9 أكثر تسامح الملحقات والأكسسوارات ما فيه مقارنة أبداً الـ FH9 تتفوق بمراحل وقبل لا أختم أول شيء الله يبارك الأخ صالح ويزيده من رزقه أشهد بالله أن أختار سماعة صعب جداً التفوق عليها خاصة فيها النطاق السعري ثانياً هل أنصح بشراء السماعة سماعة ما هي رخيصة فأي شخص يفكر يشتريها أنصح يشوف جميع مراجعات السماعة على اليوتيوب ويشوف جميع القراءات اللي سويتها لها ولا تأخذ بكلام شخص واحد حتى لو كان أنا بعد ما يشوف هذه الأشياء كلها يقرر ولو كانت هذه أول سماعة له ما أنصح أحد يتهور ويأخذها وهو باقي ما حدده شو الصوت اللي يعجبه بالنسبة لي هالسماعة رح تكون ضمن مجموعتي في المستقبل بإذن الله سماعة مبهرة بآداءها أرجع وكرر إذا تبغى بيس عالي سماعة ما رح ترضيك أما إذا تبغى بيس بكمية متوسطة وأداء أقل شيء يقدر أقوله عنها رائع مع وجود بعض الملحظات اللي ذكرتها أثناء المراجعة فالسماعة هذه بتكون هي الأفضل في فئتها السعرية وبهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو تقبلوا خالص التحية أخوكم نايف ترجمة نانسي قنقر